يا آخر الدقات في ساعة العمر سيري إلى الجنات بي وحفظي سري كوني كمسك ختاب في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مع مسك الختاب الحقيقة النهاردة يوم 22 يعني ليلة 23 يعني النهاردة ليلة وثري برضو لعل وعسى يمكن تكون ليلة القدر ربنا يغنمنا وياكم ليلة القدر وما زلنا يعني نذكر إخواننا وأخواتنا وحبيبنا كلهم بالشعار الذي نرفعه في هذا البرنامج وماذا أعداد تلها محتاجين إحنا نعيد ولا زاك أنا بذكر لك نمازج من حسن الخاتمة أو من مشك الختام متنوع جدا ليه عشان أقول لك هنا استفدنا كذا وهنا استفدنا كذا وهنا استفدنا كذا وإنت بقى جمع كل المواضيع ده هتلاقى نفسك بفضل الله دي لأعتب حصيلة جميلة جدا من أعمال البر والطاعة والخير التي نتقرب به إلى الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا وأن يحسن ختامنا أجمعين وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا أخوي وحبيبي في الله واختي الفاضلة لقاءنا اللي لادي مع لقاء خاص جدا 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 مع شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك الرجل ده حينما أذكره أشعر في نفسي بضآلة عجبة جدا أشعر وكأن نملة تنتقف بجوار جبل حقيقة رجل كان شامخا في العبادة في الجهاد في سميع الله تجده في البزد والعطاء قمة في الجد والبزد والعطاء تجده في مواقف الإيمان والطاعة والبكاء والخشية قمة في كل الأشياء تجده ما شاء الله يعني ربنا يا رب يرحمه ويرضى عنه ويرحمه رحمة واسعة كيف كان مسك الختام لعبد الله ابن المبارك مات عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه أرضان في العاشر من رمضان يوم عشرة رمضان وهو راجع من الجهاد ومن الغزو في سبيل الله لما حضرته السكرات قال لمولاه الخادم بتاعه نصر قال له يا نصر ضع خدي على التراب فبكى نصر فقال عبد الله ابن المبارك ما يبكيك قال أبكي يا سيدي على ما كنت فيه من الثراء ومن النعيم وأنت اليوم تموت وحيدا فقيرا فقال اسكت يا نصر فوالله إني سألت الله عز وجل أن يحيني حياة الطيبين قل بلغب حياة السعداء وأن يميتني ميتة الفقراء ثم شخص بعينه إلى السماء وقال لمثل هذا فليعمل العاملون الله لمثل هذا فليعمل العاملون آه شفت الختام كأن عبد الله ابن المبارك شاف قدامه الجنة كأنه شاف قدامه الخير كبير أوي كأنه شاف قدامه مليكة الرحمة وينازلة تقبض روحه فبيقول الحمد لله إن أنا عملت الخير ده كله بقى يا جماعة يا مسلمين اعملوا بقى العمل اللي أنا عملته عشان تشوفوا الخير اللي أنا شايفه ده لقتي لمثل هذا لمثل هذا الموقف الجميل الجليل وتلك الخاتمة السعيدة ومسك الختام فليعمل العاملون عبد الله ابن المبارك جماعة كان ثمرة من ثمرات المراقبة أنت عارفين قصة عبد الله ابن المبارك عارفين قصة والده جيه إزاي عبد الله ابن المبارك طب أقول لك بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم كان والد عبد الله ابن المبارك اللي هو اسمه المبارك كان شغال كان عبد رقيق عند سيده وكان سيده ده كان رجل غني جدا جدا ويملك مزارع وبستين وحد زي كده في يوم الأيام طلب من المبارك اللي هو والد عبد الله ابن المبارك طلب منه أنه يروح البستان بتاعه اللي في المكان الفلاني ويراعي البستان وياخبانه منه فبعده قعد هناك حوالي أربع شهور في يوم الأيام سيده راح يناكل البستان عشان يطمئن على حوال البستان وكان معه مجموعة من الضيوف فلما وصله هناك البستان والمكان ده فقال للمبارك يا مبارك ائتني ببعض العنب وبعض الرمان فجاءه ببعض الرمان الحامد والعنب المر فتعجب هذا الرجل قال يا مبارك ألا تعلم الحلو من الحامد قلت يا سيدي والله ما أرسلتني لآكله وإنما أرسلتني لأحفظه فتعجب وقال يا مبارك ألم تذق شيئا من هذا البستان قال والذي بعث محمدا بالحق والله العظيم ما ذقت شيئا من البستان منذ أن قدمته منذ 14 رجل حس أنه يعني ممكن يكون كلام فيه مبالغة يعني انت عارف النهاردة اللي شغال في محل الأكل ممكن يبيع نص الأكل وأكل نص الثاني وقال لك طباخ السم لازم يدقه يعني أخبرك المسألة العجيبة اللي عندنا هنا فالمهم فرح سأل الجنان قال لهم انتوا مشوفتوش المبارك ده بيأكل أبدا من البستان قال له أبدا أربع شهور ما ذاق شيئا من البستان فرجل عارف أنه قدام إنسان فعلا ورع وطقي لدرجة لا تتخيلها فقال يا مبارك يعني تعلم أني لا أمتلك إلا بنتا واحدة ما كانش مخالف غير بنت واحدة رجل الغندة وقد تقدم للزواج منها فلان وفلان وفلان وسمى أناسا من علية القوم فيا ترى لمن أزوجها يا مبارك فقال له المبارك شو بقى كلام الغالي قال يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال وإن النصارى كانوا يزوجون من أجل الجمال وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب وإن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون من أجل الخلق والدين فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك فقال أنا من فريق النبي وأصحابي صلى الله عليه وسلم ولن أزوج ابنتي إلا للخلق والدين وما وجدت إنسانا على وجه الأرض على خلق ودين مثلك يا مبارك فلقد أعطقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي فتزوجها المبارك وبدلا لما عف المبارك عن رمانة واحدة ساق الله عز وجل له البستان وصاحبة البستان فتزوجها فأنجبت له ابنا مباركا سماه عبد الله ابن مبارك اللي هو شيخ الإسلام اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة رحمه الله ورحمة نواسع عبد الله المبارك كان قمة في العبادة قمة في الزهد قمة في قيم ليل تلاقيه في الصدارة في الصيام تلاقيه في الصدارة في الجهاد في سبيل الله كان ما شاء الله قمة في كل حي הג كان علما من الأعلام كان عالم كبير جدا عالم جليل لا يشك له فعبار يعني تلاقيه في العبادة في العلم في الدعوة إلى الله في الإنفاق في البذل في العطاء كان يتاجر وهو مش عايز يتاجر أصلا كان يتاجر من أجل أن ينفق على الأئمة الكبار كان ينفق على مين بقى على سفيان الثوري و سفيان بن عيين و حمد بن زيد و حمد بن سلم و الفضيل بن عياد كان ينفق على أئمة المسلمين الكبار يعني كان لا يحب التجارة إنما كان يتاجر من أجل أن ينفق على هؤلاء و يقول إن تفريغ قلب طالب العلم من أجل الدعوة أفضل عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله يعني إن أنت تجيب طالب علم وتفرغه للدعوة وتعطيه مرتب شهري وتقول له أطلب العلم وتفرغ للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بدل ما تنشغل بطلب العيش والعلم فمش هتقدر تجمعه من الاتنين فتفريغ قلب طالب العلم هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى عبد الله بن المبارك كان بينفق نفقة لا تتخيلها كان ينفق في السنة مئة ألف ضرهم على الفقراء مئة ألف ضرهم ولذلك خد بالك من حاجة لم تجب زكاة المال في ماله أبدا تعرف زكاة المال يعني إذا المال بلغ النصاب 85 جرام ذهب وحال عليه الحول بتخرج منه ربع العشر خد بالك 2.5% يعني على كل ألف 25 جنيه أو على كل ألف ريال 25 ريال وهكذا عبد الله بن المبارك كان لو يبقى عنده مالا أبدا كان أول بول ينفق على طلبة الإلم وعلى الفقراء واليتامة والمساكين مفيش مال عنده بلغ النصاب وحال عليه الحول أو ممكن يكون بلغ النصاب وعد نصاب بس لم يحول عليه الحول على طول انفق في سبيل الله ليل ونهار عبد الله بن المبارك لدرجة أن حصل موقف عجيب جدا لا يخطر على قلب بشر كان فيه شاب كان طالب علمه عنده عبد الله بن المبارك في يوم من الأيام هذا الشاب دخل السجن بسبب أنه ادين بعشر تلاف درهم والشاب دخل السجن بالفعل فسأل عنه عبد الله بن المبارك أين فلان؟ كان بيدخل بالإلم على ده أين فلان؟ قالوا دخل السجن فيه دين كان عليه فقال أدينه لمن؟ قالوا له نفلان راح رايح عبد الله بن المبارك للرجل دوت من وراء هذا الشاب ورح دفع له لعشر تلاف درهم وطلب منه أنه يروح ويخرج هذا الشاب من السجن واستحلفه طلب منه ألا يخبر هذا الشاب أنه هو لدفع الفلوس يعني لك تتخيل مدى مدى القرم والجود والخلق اللي لا يخطر على قلب بشر طب انت طلعت الشاب على الأقل حتى الشاب يعرف أن انت عملت معه المعروف دوت فيحمل لك الجميل لا أنا أعملها لله فرحمة درجل عشر تلاف قالوا لا سمحت طلعهم السجن واوعت قلوا مين لدفعهم قلوا فعل خير زي ما بقولوا ولزاك أنا بحزن قوي قوي بحزن عن ناس اللي أجي أمسك جريدة من الجراد الرسمية ألاقي تصدق فلان الفلاني بمبلغ كذا لبرنامج ما عافش ليلة القدر ولا صفحة ليلة القدر طب ليه؟ ليه تفسد الصدقة بتاعتك وليه تفسد زكاة مالك ليه؟ ربنا يكرمك هو ربنا ما أعرفش أن أنت اللي دفعت المال ده سبحانه وتعالى يعني فأنت ليه؟ ليه تفسد هذا بالمن وأن أنت تعطب وترائي وتلاقي واحدة عامل كل دير والكل دير ده على روح المرحوم فلان الفلان يا سيدي خليها لله خليها لله وربنا يكرمك وربنا يعلم أنت عاملوا بنيت مين؟ اعمل كل دير لأمك أو لأبوك وانت واخد الأجر وأمك واخد الأجر وأبوك واخد الأجر من غير ما تكتب يوفط قد تفعلك فعبد الله بن مبارك عمل كده راح دفع للشاب ده عشر تلاف درهم وقال لرجل ما تعرفوش ثم لخي الشاب بعد ذلك قال أين كنت؟ قال كنت في السجن في يدين كان علي وجاء رجل جزاه الله عني عن الإسلام خيرا فدفع المال فخرجت فقال أحمد الله أنسخر الله لك هذا الرجل ما علم هذا الشاب بأن عبد الله بن مبارك هو اللي دفع للفلوس إلا بعد موت عبد الله بن مبارك تخيل عرف أن عبد الله بن مبارك هو اللي كان راح دفع له فلوس أقول لك عن موقف أعجب من كده طب والله تصلي على النبي لو صليت على النبي أقول لك الموقف أيوة كده جزاك الله خير خذ بالك أنت كسبان والله العظيم على طول الخط عصد لو صليت على النبي النبي بيقول ليه صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى علي حين يصبح عشر وحين يمس عشر أدركته شفاعة يوم القيامة أدري رقم واحد رقم اثنين إذا سمعتم المؤذن الحديث الأوليين ده رغوات طبراني في الكبير بإسناد الحسن اللي جيدة له مسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله علي بيع عشر في الواية تلتة أن النبع السلام قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بيع عشر مرات وغفر له عشر خطيئات ورفعاه في الجنة عشر درجات عايز ربنا يكفيك همومك ويغفر لك زنوبك صلى الله علي صلى الله عليه وسلم يقول أبي بن كعب لما ذاهب الني أجعل الوقت تقول صلاة عليك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لو عملت كده إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ويقفلك شر الهموم كلها ويصلى عليك عشر مرات ربنا سبحانه ALLAH وتعليك عشر خطيئات ده كل ده بصلة واحدة ويقفلك عشر خطيئات ويرفعك في الجنة عشر درجات ولما تصلى عليك عشر مارات الصبح وعشر مرة الليل تدركك يا شفاعة النبي صلا الله عليه السلام شافعت انت بقى كاسباب بقى ؟ سلام الله عليكم يا آخرة دقات كوني كمسك ختام في يوم الأيام عبدالله ابن المبارك كان بيعمل يا جماعة كان بيعمل الحركة حقيبة جدا و جميلة جدا كان يجي مثلا كل سنة كان بيحج كان بيحج سنة و يغزو سنة كان لما يجي يحج يوم جمع الناس يقول له كل واحد النفقة بتاعة الحج مثلا هتكلف مثلا عشر تلاف درهم مثلا كل واحد يجيب له السر بتاعته وكاتب علي اسمه يقوموا وحاطة الفلوس كلها في صندوق ويأخدها معا ويروح بهم يوصلهم لحد المدينة ويروحوا هناك وينفق عليهم طول الطريق ويأكلهم ويشربهم ويجي في المدينة يخليهم يشتروا الهدايا لأهلهم وبعدين يروحوا مكة ويأكلهم ويشربهم ويجيبهم الهدايا لأهلهم ويتباحوا ويحجوا وهم راجعين بعدما يرجعوا ويوصلوا البلد بتاعتهم يقوم عبدالله بن المبارك يقوم فاتح السندوق ورادد لكل واحد فلوسه كملة معدى ثمن الهدي فقط ويقوم هذا هدية منه هدية من أخوه سبحان الله في سنة من السنوات وهم رايحين يحجوا لسه بقى رايحين في طريق الإذهاب وكان معا بقى طبعا الفلوس كلها ورايح معا مئات رايحين يحجوا فوجد منظر لا أحد يصبر عليه لا بس بوريك عبدالله بن مبارك كان بيعمل ايه وبيتزود بايه للي احنا شعار البرنامج وماذا أعددت له عبدالله بن مبارك لما ينظر إلى السماء يقول لمثل هذا فليعمل العاملون ده مش مسك ختم طبعا ده مسك ومسك ومسك الختم وخفلك فعليسي أقولك بقى هو كان بيعمل ايه فهو معادي لأمرأة تأكله من المزبالة أعزكم الله هيا منظر مؤثر جدا امرأة كبيرة في السن وقعد عمالة تفتش يا عيني في الزبالة عشان تأكل فتأثر فقال يا أمه ما الذي حمالك على ذلك إيه اللي خليك تعملي كذا قالت والله يا بني أنا وأهل قريتي لم نأكل طعاما منذ ثلاثة أيام عندنا مجاعة في القرية وبأن ثلاث يام ما كاناش ولا حاجة ففتح عبدالله بن المبارك الصندوق ودفع لها المال كله كل الفلوس اللي جمعها من الناس والفلوس بتاعته ورحم الدولة قال هذا لك ولأهل قريتك خده بقى وكله وتمتعه ونبصه زي ما أنتوا عايزين ثم نظر إلى كل من حوله وقال هذا حجنا في هذا العام يلا نرجع ورحوا رجعين نام عبدالله بن المبارك في تلك الليلة فأتاه آت في المنام وقال حج مبرور وزنب مغفور الله كل سرعة عبدالله بن المبارك ديت عايزين نطلع منها بموقفين وبدرسين غليين قوي قوي الدرس الأولاني حبيبي في الله أن من أعظم الأشياء اللي أنت تتقرب بيها إلى الله سبحانه وتعالى ادخال السرور على المسلم في ناس يا جماعة فهمين الدين ده فهم خطأ سامحوني في ناس فهمين الدين ده فهم خطأ عنده استعداد أنه يعمل يقول هدفع مثلا 8 مأزنة في مسجد هكلفها 3-4 مليون جنيه ولو جانوا يتيم عايز يأكل لقمة يقولوا لا المأزنة أولى منك لا اليتيم أولى من المأزنة أنا بقولش أولى من المسجد أنا بقول أولى من المأزنة أن المأزنة أمرها بسيط تحط ميكروفون فوق المسجد والناس هتسمع أن الملياتين ده لو جعها يموت خط بالك في واحد ممكن يحج كل سنة ويدفع 100 ألف جنيه في الحج ولو جالوا شاب يقولوا محتاج خمس تلف جنيه أعفي بها نفسي وافتح بيت مسلم يسبح ربنا ويحمد ربنا ويعبد ربنا يقولوا لا أحج أحسن في واحد ممكن يكون بيجيب كتب مليانة أوراد ما أنزل الله بها من سلطان ويدبع منه مثلا نصف مليون كتاب ويوزع على الناس وخب بالك في حين أني لو قلت له أذكار الصباح والمساء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تطبعه لك لا فيه ناس فهمت دين بالمشألب يعني والحمد لله ده مش كتير بس فيه ناس موجودين بالمنظر ده شفت أجمل حاجة في الدنيا شوف ما قال إيه خيروكم من تعلم الكرآن وعلمها خب بالك وحط القاعدة دي أخوي وحبيب وفهمة كويس أنت وأخت الفاضلة خب بالك أعظم حاجة في الدنيا أن الخير اللي أنت فيه يتعدى إلى غيرك ليه لأن النبي قال كذا كما عند التبراني في الكبير بس نادي الحسن قال أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعباده وأحب الأعمال سرور تدخله على مسلم سرور جابها بسيغة النكر ليه عشان ما تحتكرش أي شيء أي شيء لا تحكرنا من المعروف الشيء كان فيه وحد صياد من سلفنا الصالح كان فيه وحد صياد رايح يسطط سمك وكان سايب أولاده أولاده فقراء جدا جدا وزوجته جعانا وقالوا له بقنا يومين ما كناش فخد الشبك وراح وقال يا تركع الله ربنا يا رزقنا فربنا رزقه بسمك كتير فخده وراح باعه وجاب بأكله وراجع فرحان جدا أنه واخد الأكل اللي زوجته أولاده وهو ماشي يا حبيبي قبلته امرأة كبيرة في السن بتبكي فقال لها بتبكي ليه قالت له عندي أولاد يتامة بقالهم ثلاثة ياما كالوش فهو محتار بحطار بين أولاده اللي بقالهم يومين ما كالوش وبين أولادي اليتامة دولت اللي بقالهم ثلاثة ياما كالوش قال لها اختي وراح مديها كل الأكل وقال طب أعمل ايه أرجع قولي زوجتي ايه فطول السكة ماشي يفكر فجأة لا واحد بيناد علي يا فلان وقف قال له انت فلان قال له اه قال له الحمد لله ان قابلتك قال له خير قال له انا كنت شريك والدك من 20 سنة في تجارة وخدت منه مبلغ كبير جدا عشان أتاجر وتجرت وكسبت ولما رجعت سألت عنه قالوا لي ده مات سألت عن أولاد قالوا لي خرجوا من البلد وسابوا البلد بقالي سنين طويلة بدور عليك عشان أديك فلوس والدك والمكسب بتاع والدك الدارو صاروا كبيرة جدا منترك أشاء لله عوضوا الله خيرا منهم واللي يدخل السعادة على الناس ربنا بيدخل عليه السعادة بفضل الله سبحانه وتعالى عايدة كل قصة واحد تاجر كان في يوم الأيام كان الإخوة كانوا بيبحثوا عن فلوس يجمعوه عشان يلبسوا اليتامة لبس العيد يدوروا يمين شمال مش لقين حد يتبرى حد دم ما راحوا التاجر قالوا له محتاجين خمس تلاف جنيه ونص علشان ربنا يكرمك عايزين نلبس اليتامة لبس العيد مش معقولة كل الناس يلبسوا لبس العيد واليتامة ما يلبسوش فقال لهم والله يخدوا خمس تلاف ونص وربنا إن شاء الله يخلف عليه الرجل ده بيقسم بالله أنه كان تاني يوم كان جايره بضعه من مرة وكان رايح يمل تخلص جمركي راح بتوع الجمارك سمحوه في خمسة وخمسين ألف جنيه كده لله ما تفهمش جات إزاي نزلوله خمسة وخمس الحسنة بعشرة أمثاله هو دفع خمس تلاف ونص راح لقى بتوع الجمارك ربنا حنن قلبهم علشان يخفضوله خمسة وخمسين ألف جنيه خلي عندك يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى الدرس التاني والجميل برضو اللي عايزين نتعلمه من قسة عبد الله بن المبارك ومسك الختام بتاع عبد الله بن المبارك أن ما انترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كان فيه شاب من بلاد السعيد عندنا في مصر كلام ده زمان في أيام الأظهر زمان أيام بقى شيخ العمود والحديات وكده الكلام ده في الأربعينات والتلاتينات وكده فالمم هذا الشاب اتأخرت عليه النفقة اللي كان بيجيله من السعيد كل شهر فقعد بقاله ثلاث يام مكلش نزل جنب الأظهر في منطقة اسمها البطنية ونزل هناك قعد يدور على أكل على شرب مش لاقه معوش ولا مليم ومكسوف يقول لحد حاجة فجأة لقى بيت باب مفتوح فتح الباب دخل لقى حلة محشي فتح الغطى وبعدين خد صباح محشي ولسه بياكل فافتكر أنه ده حرام لأنه لم يطلب من صاحب البيت أنه يأذن له في أنه يأكل فرح ما طلع الصباح بعد ما أسمى نصينه رح حطه في الحلة تانية وقف الحلة ومش شويتين رح للدرس بتاع الشيخه الشيخي بتاعه قعد جمه فجأة لقى امرأة منطقبة جاية بتقول يا شيخ أسألك بالله عز وجل أريدك في كلم أنا حمد ده على جمه قلت له أنا عندي زوجي مات وطرك لي ثروة كبيرة جدا وطرك لي بنت واحدة والبنت كبرت وعايزة جاوزها عندك طالب علم ومحترم ومتدين يجاوز بنتي وأنا مش عايزة منه حاجة البيت موجود والعفش موجود والفلوس موجودة ياخد كمان الفلوس ويتاجلين بيها فرح من هذا على الشاب ده قال له تعالى عندك ساعة تجاوز قال له أنا بقى لترتم مكلتش أجاوز منين قال له ما تخافش كفيناك كل ذلك البيت موجود والعروسة موجودة والعفش وكل حاجة احنا عايزين بس الرجل وخلاص قال له خلاص ما ده مسألة كده خلاص يقدر ربنا سبحانه وتعالى عقد لها الشيخ اللي ما كانش البنت لها ولي واخدوها بقى في زفة كده جميلة إسلامية ووصلوا لحد إيه لحد البيت أول ما وصل البيت الشاب كان دخل البيت ده الليلة اللي قبلها بالليل المم دخل البيت فدخل البيت بقى بتحضره الأكل فمشاب إيه بص فعرف البيت هو ده البيت اللي كان فيه مبارح وقال عفوا كان فيه من ساعة بالضبط ساعة بالضبط عفوا المم فدخل فلقى البيت هو نفس البيت وقعين لقى بتحطره المحشي وبص لقى الصباح اللي كان مقسوم السنة اللي هو أسابه من ساعة فابتسم فبتقوله بتضحك على إيه قال لها الصباح دوت كنت بحاول أكله من ساعة وتذكرته إنه حرام فطرقته فساق الله لي كل الأكل دوت وصاحبة الأكل قالت له أنت اللي كنت قال لأ أنا اللي كنت هنا من ساعة من ترك شائل لله عوضه الله خير منه القصة الثانية العهيبة كان فيه شاب في يوم الأيام كان هو شغال حداد جات له واحدة جميلة جدا فطلبت منه مال لأن عندها بنتين ونفسها تأكلهم ومش لقى لهم أكل فقال لها تمكنيني من نفسك أديك اللي أنت عايزان فمشت ورجعت قالت له ألجأتني الحاجة أنا أرجع إليك مرة أخرى يا أخي أعفو عني لله قال لها زي ما قلت لك تمكنيني من نفسك أديك اللي أنت عايزان قالت له طب تديني بس إرشين أروح أجيب أكله وألحق أولادي قبل ما يموته وأرجع لك تاني قال لها تديني العهد قالت له أديك العهد خدت منه إرشين جابت أكل ودت لبنتها ورجعت تاني فالمم دخل بها البيت وأغلق عليها الباب فقالت له بتغرق الباب ليه قال لها خايف للناس شوفني قالت له مش خايف ربنا يشوفك قال لها ربنا غفور رحيم قالت له شديد العقاب فجي قرب لها لقاها بترتحت قال لها مالك قالت له خايفة من ربنا وبالله عليك سبني لله ووالله سأدعو الله ألا يعذبك بالنار لا في الدنيا ولا في الآخرة قال لها خلاص سبتك لله ورحمة ديها فلوس تاني ودها كل اللي عايزة وسبها لله بيقول فانمت في الليلة ديت فجتني امرأة أجمل ما رأيت فقلت له انت مين قالت لي أنا أم الفتاة اللي انت سبتها لله أسأل الله عز وجل كما أنك تركت ابنتي لله أسأل الله عز وجل ألا يعذبك بالنار لا في الدنيا ولا في الآخرة يقول فمنذ ذلك اليوم أجد نفسي أخذ الحديد من وسط النار فلا أتأثر بالنار أبدا فرجل معدي فشاف المنظر فبالله إذا انت وليه من أولياء الله قال له الأمر ليس كما تظن إنما حصل كذا كذا وحاكي له القصة قال له من يوم ما دعت لي البنت ديت وجات لي أمها في المنام ودعت لي ومن يومها لا أتأثر بالنار بحطي إيدي في وسط النار لا أتأثر فقال الرجل أسأل الله الذي ينجاك من نار الدنيا أن ينجيك من نار الآخر في عجالة سريعة أحكي آخر قصة عشان بس تعرف أن عبد الله بن المبارك لما عمل كل دوت وتزود وأنفق على كل هؤلاء وعمل الكل الخير اللي بقول لك علي ده كله كان له مسك الختام فنظر إلى السماء وقال لمثل هذا فليعمل عاملون كان فيه شاب من أنصار وكان لي بستان وكان بستانه بالجوار بستان طفل يتيم طفل يتيم حاب يعمل تسور بينه وبين بستان الأنصار فعطردته نخلة فقال للأنصار وكتل نخلة بتاعت الأنصار قال له أعطيني النخلة قال لا قال بيع للنخلة مش عايز تداني إيه بيعها لي قال لا قال أعطيني النخلة وإلا شكوتك إلى رسول الله فالشاب طبعا هو ما كانش عايز يعصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو الدايء لما الغلام رح شكاه للنبي فرح الغلام اليتيم دوت شكاه للنبي فجاء النبي مع اليتيم وقال لهذا الشاب الأنصار قال أعطيه النخلة قال لا يا رسول الله قال بيعه النخلة مش عايز تداني وبيعها له فقال لا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه النخلة ولك بها ولك بها نخلاتهم في الجنة فقال لا يا رسول الله هو طبعا زي ما انتك مش عايز يعصى للنبي سواء كان متدايق ونتنرفز إنه غلام شكالي من اللي وقف في جواري النبي جماعة الصحابي الجليل أبو الدحداح فقال يا رسول الله قال إني اشتريت النخلة وعطيتها لليتيم أليها بيها نخلتهم في الجنة قال أجل فذهب لهذا الرجل الأنصار وقال هل تعلم مستهل أبو الدحداح فقال أجل